يأتي مشروع تطوير واستثمار منطقة رأس جميلة بعد استحواذ الإمارات على منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط مشروع رأس جميلة قالت الحكومة المصرية أنها عدت خططا لتطوير المنطقة الساحلية الجميلة الواقعة على البحر الأحمر قرب شرم الشيخ وقالت وزارة قطاع الأعمال أنها تسعى لاختيار مكتب استشاري عالمي لوضع التصميم اللازم وترح أرض للاستثمار على مساحة 68000 متر بهدف إقامة مشروع سياحي متكامل لكن قالت مصادر إعلامية أن السعودية عرضت على مصر إقامة المشروع السياحي وذلك من خلال مجموعة عجلان وإخوانه القابضة السعودية وأن المجموعة خاطبت الحكومة المصرية للاستفسار عن تفاصيل المشروع ومعرفة الأهداف والموارد التي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليها من الصفقة إذ كانت السعودية قد قالت في العام 2018 أن مصر تعهدت بمساحة واسعة في جنوب سيناء لاستكمال مدينة نيوم السعودية وتعد رأس جميلة من أجمل المناطق في شرم الشيخ وهي تقع على شواطئ البحر الأحمر في جنوب سيناء وتحديدا على الجهة المطلة على جزيرتي تيران وصنافير ما يضيف للمنطقة البعد الاستراتيجي بالقرب من مضايق البحر الأحمر كما تقع بالقرب من موقع كان قد أعلن الملك سلمان خلال زيارته القاهرة عام 2016 أنه سيقام بها جسر بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر وشددت الحكومة المصرية على أن الكيان السعودي يتعامل بمنتهى الجدية مع هذا الملف وتطلع إلى الاستثمار في مصر وفي هذه البقعة الفريدة تحديدا سياحية المنطقة رأس جميلة تحظى بموقع متميز ومؤهلة بأن تصبح أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة ويسعى العديد من المستثمرين والشركات العالمية إلى الاستثمار فيها حيث تعتبر من بين الأماكن ذات الفرص الاستثمارية الواعدة يتضمن مشروع رأس جميلة سلسلة من الفنادق العالمية بعلامات تجارية شهيرة تقام على نسبة 50% من مساحة الأرض في حين أن الجزء الثاني من الأرض يتضمن مشروع سكني سياحي وتجاري على مساحة تبلغ 403 ألف متر ويشمل الإسكان السياحي عدد 1873 وحدة بالإضافة إلى المشروع التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع ومنطقة ترفيهية ومنتجعات سياحية ومراكز للتسوق ومطاعم وكفيهات بإجمال استثمارات قد تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار أما مجموعة عجلان وإخوانه السعودية القابضة فهي كيان اقتصادي كبير كانت فوربس قد صنفته في المرتبة الـ 32 ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024 وهي واحدة من أكبر مجموعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط يعمل بها أكثر من 15 ألف موظف في أكثر من 25 دولة وعبر 75 شركة وتمتلك استثمارات قائمة في السوق المصرية تقدر بحوالي 2 مليار دولار ويبلغ إجمال استثمارات المجموعة حاليا 15 مليار دولار